وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والأخت أسأل أريد أن أسأل أنا واحد الإنسان كان خاف الله هكذا ورده في السؤال كان صلي وكان صوم وكان دير شي حاجة اللي كان تغضب الله وكان غلطو بشي أمور بسيطة الله يسمح لنا المهم كي يكون في داك الخوف من الله ولكن بهذه المرات كي يقول لي يا راسي أراه ما كات أمنيش بالله كاتجيني شي أفكار خبيطة على الله ما بقيتش كان حمل راسي وما بقيتش كان حمل راسي حتى ما بقيتش كان حمل البنية هذا أخوتي الكريمة هذا السؤال قريب للسؤال الثاني اللي هو يعني جاوب تالي يعني هذا شي مخصوش يكون عند المؤمن هذه من وسائل الشيطان ومن سبر الشيطان ومن وساويس ومكايد الشيطان ليفسد على المسلم دنياه وأخرى هذا القضية مخصوش تكون المسلم يتقى الله سبحانه وتعالى يعني يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا من عقابه وطمعا في رحمته هذا أسلوب القرآن يدعون ربهم خوفا وطمعا رغبا ورهبا يرغب الإنسان فيما عند الله من التواب والأجر ويخاف العقوبة دي الله سبحانه وتعالى هذا الشي اللي يخصوش يكون أما كتجيك شي أفكار باش تفسده لك الدنيا ديالك والآخرة ديالك هذا ما أراد الشيطان لك عشنو قاعد الشيطارين دير هذا الشي اللي يبغى والنبي صلى الله عليه وسلم تيقول لي نو واحد الحديث اللي يمكن أن ألجو به السؤال هذا تيقول ره أحيانا كيجي الشيطان الإنسان تيقول لي من خلقك هذا حديث النفس الإنسان تيحسب الشي بينه وبين رسو تيقول الشيطان من خلقك الإنسان تيقول الله شوية تيقول لي شكول لي خلق هذا الكون هذا تيقول هالي الشيطان تيقول الإنسان رسو الله شوية يقول لي عدو الله ومن خلق الله شوية ونقز لي قالك شكول لي خلق الله هزواج هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا جوج علاجة العلاج الأول قال لنا إلى وصل الإنسان لهذا الأمر فلينتهي يبقى مسترسل في الأجوبة الافتراضية مع النفس سؤال التوجيه الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا شيء بس نصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم لوصل الإنسان هذا الدرجة نعوذ بالله منها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي ولا يضره ذلك بشيء ولكن ره بعض الناس هما اللي يمكنوا الشيطان من هذه الوسوسة يعني الشيطان يوسوس في صدر الإنسان من شر الوسوس الخنس الذي يوسوس في صدر الناس ولذلك الناس هما اللي يمكنوا الشيطان من هذه الوسوسة كيفش يمكنوا الشيطان من الوسوسة حيث الإنسان اللي يكون بعيد لسان دياله القلب دياله عن ذكر الله عز وجل أشنو كيوقع سيجي الشيطان ولذلك أن الشيطان يدخل يعض في القلب الإنسان يعض فيه يعني الشيطان جين يجريبني آدم مجرد دم كما قال النبي عليه الصلاة فإن ذكر العبد ربه خنس الشيطان وإن ترك العبد ذكر ربه وسوس الشيطان فدعي لك هذا يجب أن يكون بعيد القلب خاوي من ذكر الله عز وجل يجب أن يكون الشيطان ويقول لي وذكر كذا وذكر كذا وذكر كذا ولكن يجب أن يكون الإنسان الله عز وجل يهرب الشيطان إذن يبقى الإنسان يشتف الدكر إمتى ينقضع في الدكر إلا يدخل لكي يقضي حاجته أو لا يعني يبغى ينعس أو لا يشتغل بشي أمور بالأمور العادية والإنسان اللي يجرب هاد القادرة غاد يخرج في الضوء إن شاء الله أما باش يقول لك لا ما تحمل رأسك صافي الركل الوسواس وما الوسواس الواهم والوهم الوسواس القهري ثم الحزن ثم الاكتئاب ثم الانتحار والعياد بالله إذن السائلة اللي كتسول في السؤال هذا أنها تقطع الدابير ديل هاد الوسواس هذه بقض كله عز وجل والقرآن الكريم أذكر الصباح أذكر المساء الوضوء المحافظة على الصلاة قراءة القرآن مصاحبة الصالحات تكون مع المجموعات العيادات اللي كي يحفظ القرآن وكي يحفظ القرآن الكريم ولكن إلا ما بعدتش المرأة على البيدع وما بعدتش المرأة على الشيرث والمخالفة الشرعية وخدر اللي بغدر دير لا بد أنها يعني تحقق العقيدة ديلها وعني التوحيد ديلها والله وآله